بمناسبة مباراة مازنبي لفت انتباع حاجة مهمة جدا المباراة لعبة يوم السبت البرامج والمواقع كل بالتأكيد كان عنده متابعة وتركيز على هذا اللقاء ونتيجة هذا اللقاء وتصريحات مارسل كولر عدى السبت وعدى مبارح الحد والنهاردة اللي اتنين التون اللي كان عالي قوي بعد مباراة الزمالك من إشاعات وأخبار مفبركة وسكريبت وبتحت كلمة سكريبت شد ميت خط أو حط ميت خط كل الكلام ده فجأة كده رجعت حط في الدرج من تاني وبقى دلوقتي الكلام على أمور تانية خالص بصوا جماعة يعني من الآخر كده أنا مش عايزة تكلم على مصدقية حد أو على شغل حد وانا مش من النوع اللي بحب دايما أقول الناس قالت ايه وإحنا بنقول ايه ونعيد ونزيد مش من أنصار المدرسة دي أنا من أنصار مدرسة الخبر والمعلومة والقضية والموضوعات اللي بيقى فيها ثقافة للجماهير وإفادة للفريق وللجماهير بشكل عام ولكن في مرحلة من المراحل بيلفت انتباهك حاجات بتعمل أزمات وممكن تصدر مشاكل وممكن تكون سبب في مواقف تعمل نتائج سلبية للفريق على المدى البعيد وأنا فكر لما طلعت هنا في برنامج التريند بعد مباراة الزمالك قلت المباراة دي ممكن تكون يعني انطلاقة للفريق عشان يستعيد تركيزه من جديد أو لو كولر شايف أنه هو الأمور ماشى بشكل إيجابي لا كان محتاج نتيجة مباراة ممكن تفوق الفريق لفترة جاية وده وارد في الكرة وبيحصل حتى مع الفرع الكبيرة والحمد لله اللي احنا قلناه شفناه في مباراة مازينبي اللعبة نازلة مركزة عملت مباراة كبيرة وكولر طلع بعد المباراة كلم على الأخبار المنتشرة بشكل مكسف دون صحة هذه الأخبار أو دون دراية من يتحدث عن هذه الأخبار سواء بقى أخبار ليه علاقة بالإصابات سواء أخبار ليه علاقة بمرس الكولر وعلاقته باللعابين علاقة كولر بالجهاز المعاون علاقة كولر بالجهاز الطبي الراجل بنفسه طلع صوت وصورة رد على كل الإشعاعات دي هل موقع أو برنامج خد التصرحات دي اللي كانت بالمناسبة على شاشة قناة الأهلي في الستوديو التحليلي بعد المباراة استعرض التصرحات وقال إن كولر مستاء مما يثار في الإعلام لا هل الناس اللي قالت أخبار مفبركة وما أكثرها من أخبار مفبركة لما بتطلع من الدرجة كلها مرة واحدة كده نتيجة خسارة فريق ما ممكن البعض برضو لسه ما عندوش خبرة العمل الإعلامي فلما يبقى الأمور عنده فاضية شوية فيطلع لك بعشرين خبر فيه فرقعة اعرف إن مرة واحدة لم تطلع أخبار كتيرة فيها فرقعة إن الأخبار كلها مضروبة يقيمة سكريبت يقيمة أخبار مضروبة يقيمة حد عايز يعمل يبقى تريند ولكن في النهاية بعد الأهل محقق نتيجة إيجابية اللي عنده معلومة بيكمل فيها واللي عنده قضية بيواصل حديثه فيها واللي عنده خبر بيستعرضه وبيكشف كواليسه وتفاصيله هل ده حصل؟ لا ما حصلش ليه؟ لأن الأهل رجع بنتيجة الكل راضي عنها وإن شاء الله بإذن الله تكمل بيوم الجمعة الأهل يكسب إذن للأسف وأنا بقول للأسف ما يقدم للجماهير الأهلوية بشكل خاص والجماهير المصرية بشكل عام في ملفات تخص النادي الأهلي الغرض منها غرض أنا بحاول قدر إمكان ألقى يعني الكلمات ولكن غرض مش الهدف منه الفرقاءة الإعلامية بس لا ده غرض إنه يعمل بلبلة وأزمة وإثارة مشاكل داخل جدران النادي الأهلي داخل جدران النادي الأهلي حتى لو على حساب مين لو على حساب المهنية ما بقيتش فرقاء مع ناس كتيرة لو على حساب الجمهور المتلقي اللي بيسمع المعلومة ما بقيتش فرقاء مع ناس كتير الناس دلوقتي كل اللي يهمها تطلع تفرقع أي حاجة وكله ويبقى عايز ماشي في نفس السياق محدش حتى بيحاول يعملوا ستوب يا جماعة لا يعني مش ده الإعلام مش ده الصحافة مش ده اللي المفروض نقدمه للناس لا كله فرحان بالزيتة كله زيت في الزيتة وشايف إن في حد طلع ترند فنبقى كلنا زي بعض كلنا بشوه بعض المباريات الإفريقية ونتيجها بتفرق كتير جدا فيما يقدم من مادة إعلامية لجماهير النادي الأهلي أنا حارس جدا أخصص خمس دقايق أو ست دقايق من الكلام ده النهاردة رغم أن أنا ما بحبش دايما أروح للسكة دي دايما برامج الترند من البرامج اللي معروفة للناس اللي هي بتقدم معلومة ولكن في الثمانية واربعين ساعة اللي فاتت لما بصيت على البرامج بشكل عام من خلال السوشيال ميديا والمواقع والجرايد وحتى البيتجات الموجودة في السوشيال ميديا لا شتان الفرق بما قدم من معلومات قبل يوم الجمعة أو يعني قبل يوم السبت من بعد مطش الزملalgia وما قدم من معلومات خلال الثمانية واربعين ساعة اللي فاتت إفلاس ناس ما عندهاش معلومة ناس ما عنداش القدرة انها تستعرض وتقول معلومة للسادة المشاهدين تستفيد بيها عموما الناس اكيد بتتفرج وبتعرف تفلتر بس مهم جدا ما تنساش وقت الفرحة تقدر تعمل فلترة وتقول ده كان بيهدم في النادي ولا كان واقف في صف النادي وهلو قال معلومة سليمة اكيد هيبقى عنده كواليس وتفاصيل ويقولها يوم واثنين وثلاثة مش يقولها وقت الازمة ويحطها في الدرج وقت الفرحة ده مهم جدا